اهلا بكم التعامل مع الاصل طبعا ده مش سهل التعام عايز سيكولوجية وعايز زي نتعامل معاهم وعايز اقناع طفل لازم يقتنع باي شي هتغطي عينه ليه طب هيغطي عينه عشان فيه كسر في العين لازم يتشرح له الطفل بيفهم انه عشان صالحك يا حبيبي وعشان العين دي لو ما تغططش اه العين دي هتكسل تكسل يعني هتبقى ضعيفة لازم تتحسن لازم اتكلم بالطفل والطفل ماهما كان صغير بيفهم عربع سنين خمس سنين بيبدأوا يعني الكلام البسيط وفيه اطفال زكي اسكية جدا بيفهموا اكتر من كده كمان فيه حاجات كتيرة بنعملها في عيون اطفالنا خطر يعني الكوح اعتقد انه خطر جدا جدا ده من ضمن الاعداد الخطيئة اللي ممكن تعمل في طفل طبعا اللي نلبس الطفل لندرة شمس اللي هي اجيب لندرة كده رخيصة واضح اضحك عليه ونطلع يلا نتفسح ولبسوا النظرة كده اللي عليها الرسومات دي دي خطرة جدا لو هي مقلدة برضو الاكل الغلط حمام السباحة ده ممكن يكون مصدر عاد ورهيب بالنسبة الاطفال خصوصا لما ملبسوش نظرات الوقاية الاطفال اللي بيستخدموا هواتف محمولة بتضر عنهم فيه بقى ما عرفش هل ده يعني حد يأجروا ان هو يعملوا ولا لا بس فيه ناس بتحط اللبن السادي اللي هو اللبن الملك بتاع فيه عين الطفل هل ده يعني ده يعني ده عبيد ده عبط ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا برضو اطارات اللمون هل ممكن حد يعمل حاجة زي دي يعني البحث اللي قدامي بيقول اه فيه شعوب وفيه ناس في اماكن معينة ممكن تعمل الكلام ده طبعا فيه منتقى الخطورة الحاجات دي كلها انا اللي بعرفه في ماصر الناس بتعمل كحل لولادة وده في منتهى الخطورة نهاردة حوار مهم جدا مع ضيفاتي العزيزة الاسي ستفتح ملف ساخل للغاية وهو الحاول الحاول بس بالنوع الوحشي بس هارتكلم اكيد عن الحاول كله ضيفاتي العزيزة الأستاذ الدكتورة نرمين بدأ باستشاري طبه وجراحات العيون والمدرس لطبه وجراحات العيون وصحاب الدكتوراه طبه وجراحات العيون زميل كليل الجراحين الملكية البريطانية والمجلس العالم للطبه وجراحات العيون والجمعية الامريكية للطبه وجراحات العيون والأوروبية كذلك اهلا بك الدكتورة نرمين سعيد جدا بتشريف كلينا في الناس الحلوية شكرا كذلك عايزة ابدأ الاول بالحاول الوحشي الحاول الوحشي ما هو؟ لماذا سسمي هذا الاسم؟ وبعدين الاسباب اكيد ضمننا هنتكلم بينا تمام هو الحاول الوحشي زي ما هو مفهوم هو نوع من انواع الحاول بمعنى ان احنا عندنا العينين مش ماشيين في اتجاه واحد مش متوازيتين احنا الطبيعي ان احنا عنينا في جميع الاتجاهات بصين فوق بصين تحت يمين شمال العينين في اتجاهين متوازيين تماما علشان هما الاتنين يبصوا لنفس الصورة ونفس الهدف ونفس الجسم لكن في حالات الحاول بيبقى في عندنا عين هي الموجهة للصورة اللي احنا عايزين نشوفها والعين التانية بتبقى موجهة في الجهتين احنا المفروض عينينا الاتنين زي ما احنا شايفين كده بصين للصورة بيوصلوا اشارات عن طريق العصب البصري بتوصل للمخ بتوصل اشارات هي هي من العين دي زي العين دي باختلافات بسيطة عشان تكون الصورة المجسمة لكن المفروض العينينا بيوصلوا هما الاتنين للمخ نفس صورة نفس الجسم لكن في حالات الحاول بتبقى عين واحدة هي اللي موجهة للصورة العين التانية بصة في اتجاه تاني يا اما داخلي او خارجي او لفوق او لتحت زي ما احنا شايفين كده الحاول الوحشي بتبقى عين بصة قدامها والعين التانية موجهة للزاوية الخارجية للعين بتبقى بيسمى مش الحاول الوحشي عشان هو شكله وحش ولا بيسمى الحاول الوحشي عشان شكل الطفل زي الوحش لأ هي اسمها الحاول الوحشي من الوحشة يعني البعد ان العينين الاتنين بعيد عن بعض مش متاجهين لبعض على عكس الحاول الداخلي او الحاول الانسي ده ده بيبقى جام الانس ما بالظبط اللي كانوا ما يتقنسين مع بعض بالظبط المفروض لا يتقنسوا ولا يبعدوا ولا يبعدوا المفروض يمشوا هما الاتنين في اتجاههم متوازي متوازي وموجهين لجسم واحد لصورة واحدة علشان نقدر نزبط الصورة دي على مستوى المخ ايه السبب على الاسباب هو اسباب الحاول الوحشي اسباب كتير جدا بالزاق يعني في اسباب زي ما احنا قلنا قبل كده كتير انه في حاول بيبقى اصلا من الاول بدون سبب اللي احنا بنسميه البرامري او الحاول اللي ابتدائي وده بيحصل في الغالب في الاطفال وبيبتدي بصورة متقطعة زي ما احنا بنسميه الانترميتنت ايجزوتروفيا ايجزوتروفيا هو الحاول الوحشي بيبتدي بصورة متقطعة في الاطفال بدون سبب واضح لكن بيبقى موجود بطريقة ابتدائية او بنلاقي ان الطفل فيه عنيل اتنين غير متوازيتين واحدة موجهة للامام والتانية موجهة للزاوية الخارجية للعين ان اتجاه العين ما بيبقاش سليم بمعنى ان ممكن يبقى الاعصاب دي فيها ضعف ان ممكن يبقى فيها نوع من انواع الشلل ممكن تبقى العضلات نفسها فيها ضعف او العضلات مصابة نتيجة اصابة خارجية يعني ان خبطة مثلا اثرت على عضلة العين او على عصب العين او امراض اثرت على عضلات العين خلتها اضعف من اللازم فما بقتش تقدر توجه العين في الاتجاه السليم او ممكن الحاول ده يبقى نتيجة مشاكل في الرؤية زي بالذات الحاول الخارجي بيبقى مصاحب لحالات قصر النظر الشديد او بيبقى مصاحب لحالات كسل العين اللي بتبقى فيها العين مش شايفة كويس والمخ ما بيتحكمش في حركة العين فبيبتدي يحصل عندنا انحراف للعين دي هي الاسباب الاساسية دي الاسباب الاساسية العامل الوراصي بيلعب دور العامل الوراصي دور في حالات الحاول وبينتج عنه زي ما احنا قلنا يا اما مشاكل في ضعف في العضلات او بيحصل مشاكل في الاعصاب او حتى الحاول الاتدائي في نسبة منه بتبقى نتيجة لعامل الوراصي عندي كلمتين حاول وحشي وكسل العين هل الحاول الوحشي يسبب كسل العين ولا كسل العين هو اللي بيعمل الحاول الوحشي؟ هي دائرة مفرغة بمعنى هي الناس عندها لبس ان هي دايما حتى الناس لما بييجي طفل عنده حاول وحشي يقول ليه الطفل ده عينه كسلانة مش شرط ان الطفل اللي عنده حاول وحشي يبقى عنده كسل في العين ممكن الطفل ده يبقى نظره 6 على 6 لكن زي ما احنا قلنا عنده حاول ابتدائي ممكن يبقى عنده ضعف في العضلات ممكن يبقى عنده ضعف في الاعصاب لكن كرؤية بتبقى الرؤية مظبوطة لان هو ايه تعريف كسل العين؟ تعريف كسل العين ان فيه عندنا عين بتشوف اقل من العين التانية على الاقل على المقياص سطرين يعني مثلا عين 6 على 6 العين التانية 6 على 24 او 6 على 36 وبالتالي مش كل حالة عندها حاول وحشي لازم يقابلها ان يكون كسل في العين وبالعكس مش كل حالة فيه مشكلة عندها كسل في العين لازم ينتج عنها حاول وحشي في حالات كتيرة من كسل العين بينتج عنها حاول انسي لكن الحقيقة انه في معظم الاحوال بيكون مصاحب به الحاول الوحشي لكن لو طفل عنده حوال معناه أن عينه فيها انحراف وبالتالي المخ مش هيركز مع العين دي فبينتج عنها ما يسمى بالكسل وفي نفس الوقت أن لو طفل عنده كسل المخ مش هيتعامل مع العين دي فممكن ينتج عنه حوال وحشي زي ما قلنا هي دايرة مفرغة ممكن تؤدي لبعضها لكن لا الحوال هو السبب الوحيد لكسل العين ولا كسل العين هو المسبب الأوحد لوجود حوال وحشي في العين أنا قف عندي نقطة بقى مهمة الكبار والأطفال الحوال منطقي بيظهر في الأطفال لكن أنا احنا بنشوف راجل كان كويس وجاله حوال دا وارد؟ دا وارد جدا طبعا أولا هو ممكن يبقى حوال من هو طفل لكن فيه قدرة على التحكم في عضلات العين ابتدت تفقد تدريجيا ممكن يبقى إنسان عنده ضعف في الرؤية وبالتدريج ابتدى يحصل فيه مشكلة نتجة عنها كسل العين ممكن تبقى مشكلة العضلات زي أمراض زي اللي بتصيب العضلات بالضعف أو الوهن زي المايثينيا جرييفز زي الدوشين بتأثر على عضلات العين المايثينيا اللي هو وهن العضلات الدوشين دمور العضلات والتنين لدي العضلات بتبقى بعضها ففي الناتج إنه في الآخر إن في عضلات بتبقى أضعف من اللازم ما بتقدرش يتحرك العين والعين بتبتدي بالتدريج تنحرف ممكن الإنسان الكبير ده زي الطفل يحصل له إصابة يحصل إن العضلة بتاعة العين دي خبطة لقدر حدثة مشكلة أصابت عضلة العين في إما العضلة بتبقى أضعف أو العصب بيبقى أضعف فيؤدي لحاول الوحشي في سن كبير أو إن يحصل تلايفات أو التصاقات في العضلة فالعضلة ما بتقدرش إن هي تتحرك بالطريقة السليمة فممكن برضو تؤدي لحاول الوحشي في السن الكبير أمراض المخ أو الأمراض اللي بتصيب الأعصاب ممكن برضو تؤدي إلى حاول الوحشي في السن الكبير السؤالي قبل ما نروح للحالات بقى هل لابد أن يكون العلاج جراحك من انطباع إن الحاول لابد له أن يكون العلاج جراح ده صح ولا ليس صح ده مش صح ومن الحاجات اللي بسطتني جدا إن بسبب الحلقات اللي احنا بنعملها دي زمان كانت الناس بتيجي تصمم على الجراح هم عايزين عندهم مشكلة وعايزين يخلصوا منها دلوقتي الناس بقت بتجيلي العيادة تقولي خضرتك قلتي في البرنامج إن علاج الحاول مش شرط جراح احنا مش عايزين نعمل جراحة شوفي لنا علاج غير الجراح فابتدى دلوقتي يبقى فيه وعي إن الحاول ممكن علاجه بطرق غير جراحية بمعنى إيه؟ لنفرض إن الطفل الحاول ده نتيجة ضعف في النظر نتيجة كسل في العين الطبيعي ألف به علاج الحاول في أي كتاب حتى لو العلاج جراحي إن أنا الأول أعالج المسببات وأعالج أي مشكلة في الرؤية أعالج كسل العين حتى لو مش هيؤدي العلاج الحاول بصفة نهائية هيقلل زاوية الحاول هيقلل الجرعة الجراحية اللي احنا بنشتغل عليها بدل ما كنت هشتغل على 3 عضلات بشتغل على عضلتين بدل ما كنت بشتغل على كل طول العضلة بشتغل على جزء منه وبالتالي في حالات زي مثلا الحاول اللي احنا لسه قيلينه من شوية الحاول المتقطع في حالات الأطفال ممكن بتدريبات بسيطة بتخطية للعين والناس للأسف ما بتصقش قوي في أهمية تخطية العين لكن أنا لما بتيجي الأم قدامي بقول لها تخطية العين من أهم الحاجات اللي بتعالج كسل العين اللي ممكن تجنبنا جراحة ممكن الطفل يبقى في البداية ممكن يبقى لسه الكسل في البداية العين بتدت تحدث لما يشوف كويس لما نعالج العين كويس لما المخ يرجع يتفاعل مع العين تاني بعد تخطية العين الأقوى ممكن ساعتها بقول لها أنت بتجنبي طفل الجراحة بتجنبي مشكلة جراحة بتجنبي إن احنا نشتغل على عضلات ونقصف عضلات ونركب عضلات وبالتالي في علاجات ممكن فعلا تبقى غير جراحية وتؤدي إلى علاج الحوال دايماً كبار السن اللي عندهم حوال وحشي تحس إنه أمم يعني ما بيروحوش ناحية العلاج مستسلمين خلاص وبشوف ناس منهم يعني في مراكز وماشاء الله يعني مقتدرين بس ما معرفش هل هو متردين يروح للعلاج ولا جراحه وقال له ما فيش علاج إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الناس دي للأسف وهي صغيرة هي ممكن تكون راحت لطبيب غير متخصص يعني مش ممكن ما يبقاش تخصصه أمراض الحوال أو راحت لدكتور هو مش مش أبديتد أو مش مطلع على أحدث الطرق العلاجية في علاج الحاول أو للأسف ودي بقى النسبة الأكبر إن هم تقلهم لأ ده كان من وينتو صغير من الناس اللي حواليهم من قريبهم في ناس بيجوا يقولوا لي وإحنا هنصلحوا لي ده خلقت ربنا هو مخلوق كده هو طبيعته كده أو يجوا يقولوا لي لأ ده كل جرانة بيقولوا لنا لا 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 دي لو كانت اتعالجت كان هيبقى وهو صغير إنما بعد ما كبر خلاص وطبعا للأسف إن الناس عندها أعتقاد إن اللي حوالينا كلهم بيدونا خبراتهم هم مع اسأل مجرب ولا تسأل طبيب للأسف يعني ونقع بفكرة عبد المطلب فعلا؟ نهارها مهاره باشا ونقع بفكرة عبد المطلب أصلي من العشاء عبد المطلب والله يبقى عبد المطلب غلط في حق المرضى كلهم يعني غلط غلط في حقنا كلنا لأنه للأسف الناس بتتأثر قوي بخبرات اللي حواليها وبنضيع على الناس فرص كبيرة جدا للعلاج يعني إنسان بيمارس حياته هو حاسس بالحرج وهو حاسس بالألم وهو متدايق من شكل يعنيه لكن هو مقتنع إن ملهاش علاج بالرغم إن العلاج علاج بسيط جدا وعلاج بيحصل في ربع ساعة وبيخرج المريض يعنيه مظبوطة واتجاهها سليم وشكله زي ما كان في الأول بدون أي مشاكل لكن هو للأسف استمع لنصيحة خاطئة السؤال دايماً المهم التاني هل حاول يعني برضو في المعتقد بعد ما بتعمله علاجات بيرجع تاني؟ هو للأسف برضو ده السؤال يعني اللي دايماً 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 المريض يجي يسأله هترجع بعد قد إيه؟ طب هي لو هترجع هنعملها ليه؟ يعني بمنتهى البساطة أو هو بيسأله بترجع تاني؟ بيقولوا إنها بترجع تاني فهي أولاً في خلط ما بين إن إحنا ممكن نحتاج تدخل تاني بمعنى إيه؟ ودي برضو بنحاول نشرحها للناس إنه عضلة البني آدم لو إحنا كده طلعنا مثلاً في الدراعة العضلة بتاعتي والعضلة بتاعت حضرتك وعضلة حد تاني وحطناهم كلهم تحت المايكروسكوب العضلة واحدة هي هي نفس الشكل هي هي نفس الوظيفة لكن أنا العضلة بتاعتي تشيل 30 كيلو حضرتك تشيل 50 فيلي يشيل 100 قوة العضلات بتختلف فوارد إن المريض بعد أنا عندي بالكتاب كده إن زاوية حاول 30 بحركها كذا ميلي زاوية حاول 40 بحركها كذا ميلي لكن وارد إن العضلة دي تبقى أقوى من المتوقع أو تبقى أضعف من المتوقع ساعتها بتدخل بسيط جداً ممكن ندخل بنعد بنظبط لإن إحنا لما بنشوف أنا حركت 30 ميلي لا أدل حركوا كذا ميلي ما حركوش زي ما أنا كنت متوقع بنعرف قوة العضلة دي بس ده بيبقى تدخل في الفترة الأولى للجراحة وبنقدر نظبطه لكن وانس إن الجراحة بقت خلاص موجودة وتم التحكم في العين ما فيش حاجة اسمها إن عوالية الحاول دي ترجعتيني دورتيني وأسرتيني ضيفتي العزيزة الأسوة دكتورة الندمين بدأوا استشاري التبقى وجراحات العيون كالعادة بتبهرني في أسلوبها وبأسلوبها في الناس الحل وخليكم مع الناس الحل جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم اللي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة مش في مصر ولا في المنطقة العربية في العالم كله في الداخل النصور الشرجي من الحاجات اللي أعراضها ما هياش فيها وجع قوي ما فيش حاجة تخلي المريض يجري قوي